موسيقى قبالة ساحل مدينة الخبر السعودية تنافس متصابقون من أربع دول خليجية في بطولة للرياضات المائية بهدف رفع مستوى الرياضات المائية السعودية وذلك من خلال استقدام رياضيين من دول أخرى البطولة هذه أول مرة تقام في المنطقة بتضم أربع دول مشاركة دول خليجية بالإضافة للخمس سعودين متسابق بأمانة التنظيم كان من ناحية شركة الأجواء السعودية وبالتعاون مع الاتحاد السعودية البحرية والغوص كانت فكرة جدا رائعة وتعاون جدا مثمر طلعنا فيه بالنتائج التي حققوها المتسابقين اليوم الواحد يبغي يسابق عساس يشوف يقارن نفسه هل يتطور أو لا يتطور مثلا المتسابق السعودية تمارن يتمارن طول السنة لا يعرف مستوى اليوم يحتك ويوم متسابقين ثانين فالكل ينتظر الفرصائي وانا شوف الصراحة سباق ناجح خمسة وثلاثون مشاركا من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت تنافسوا وسط هتفات التشجيع من الجمهور وعلى الرغم من قلة عدد المشاركين الإماراتيين إلا أنهم حاصة الذهب فالأول إماراتي جنسية وهو أصغر المشاركين عمري خمسة عشر سنة كأول كازن التسابق في هذه البطولة الحمد لله قدرت أن أحاقق المركز الأول بجدارة أحب هذه الإنجاز لشيخ وشيخ وشعب الإمارات وعلى نادي الشارعات البحرية على دعم لي المشاركة بالبطولات الشارعية طبعاً كسباق الكلوز كورس أو سباق الماراثون كلها تعتمد على أشياء منها أساسيات منها الأساسيات اللياقة وتجهيز الجيت سكي أو الدراجة طول ما أنك مجهز ستابك كويس متمرن مجهز أمورك محافظ على لياقتك إن شاء الله أنك بتحقق من مراكز الولد رياضة التزلقي على زلاجة مائية نفاثة رياضة صعبة ولكن أثبت المشاركون بتنافسهم أنه مع التدريب يصبح الصعب سهلاً خاصة وإن كان الأمر يتعلق بالرياضة